خلونا نخرج من نادي الزمالك نروح للنادي الاهلي واللي بيكمل تدريباته النهاردة بعد راحة كان حصل عليها لمدة 48 ساعة بعد العودة من تونس طبعا بعد الفوزة على التراجب هدف لمحمد شريف واكيد الاهلي هيتدرب النهاردة ان شاء الله وبكرة على ملعب التتش بعد كده هيدخل معسكر قبل مباراة التراجب 48 ساعة وده عشان مسماني يحافظ على تركيز اللعيبة قبل الصدام والحاسم بملعب السلام السبت اللي جاي ان شاء الله امام التراجي التونسي مسماني هيعقد جلسة خاصة مع معوني قبل تدريبات اليوم عشان يشوف كده ايه الخطة اللي هيستعد بيها ومطش مهم مطش حاسم زي ما كنت بتكلم بدور الابطال وعشان الراجل عايز يحدد خطة كده العمل الكاملة الخاصة بمواجهة التراجي بس وموعد التدريبات والمحاضرات كمان في تفاصيل المعسكر اللي هيكون بيدخله النادي الاهلي استقر مسماني على تخصيص فقرة في ميران فريقه اليومي على رقلات الترجيح عشان يدرب اللعيبة خوفا بقى من اللجوء انت وارد كل السيناريوهات اللي في الدنيا وردة ومتوقعة تحصل ممكن ترجي يجي يجي يجيبها يسجل هدف تمشي الأمور توصل لرقلات الترجيح فلازم يكون الرجل ده عامل حسابه على كل تفصيلة كبيرة وصغيرة داخل المباراة محمد هاني هينتزم في التدريبات بعد تعافيه طبعا من الاصابة اللي كانت تعرض لها في مباراة نهضة بركان في السوبر وكانت هي عبارة عن مزق في العضلة الأمامية انتهى اللعب خلاص من برنامج علاجي الفترة اللي فاتت عشان يعلن الجهاز الطبي تعافي اللعب من الاصابة وجاهزيته للمشاركة في تدريبات الفريق كمان أكرم توفيق بدر بنون هيشاركه في مران اليوم بعد شكواهم من اجهات كده خفيف في عضلة السمانة بعد انتهاء مباراة التراجي في رادس رسالة بالتأكيد للعيب النادي الأهلي لسه التأهل ما تحسمش كرة فيها كل حاجة لازم رجليكم تكون سابتة على الأرض تعامل مع المباراة يكون بنفس جدية مباراة رادس تجنبا لأي مفاجئات مساماني كمان هيرجع للشكل الخططي المعتاد اللي كان يعني بيشتغل عليه الفترة اللي فاتت هنا في مباراة العودة يرجع يلعب بطريقة 4-2-3-1 بعد ما كان لعب بطريقة 3-4-3 في مباراة الذهاب عشان يعرف طبعا يقفل وكان عرف ياخد اللي هو عايزه من المباراة طيب لسه مع النادي الأهلي وعايز تتكلم شوية مع حضراتكم عن أحمد ياسر ريان لعب الأهلي الواعد والصعد يعني بقوة الصاروخ والمعرف لفريق سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان من اللعيبة اللي مساماني اتكلم في عودته مرة تانية لصفوف الأهلي الموسم اللي جاي بعد انتهاء عارضه لأنه شايف مستوى اللعب عامل إزاي وقد طور من قدراته الفنية والهجومية والبدنية اللي بتؤهله أنه يرجع ويلعب ويشارك بشكل أساسي في النادي الأهلي ولكن اللي وصل أو لما وصل عروض احتراف لأحمد ياسر ريان بعد المشاركة في مستنين بقى هما دلوقتي في حتة أن انت مستني أحمد ياسر ريان هيشارك في توكيو فلسه مش عارفين هل في عروض هتيجي ولا لا ولكن عارفنا هنا أن نادر شوقي وكيل اللعب كان أبلغ النادي الأهلي أن بعد مشاركة أحمد ياسر في توكيو مع المنتخب الأولمبي هيوصل للأهلي عرض تركي محترم وقد يكون هناك أحد العروض كمان من بلجيكا فالأهلي في الحالة دي هيرجع لمسماني اللي هيقعد مع اللاعب ويشوف إيه رغبته وهو وقتها هيبقى صاحب القرار في حالة بقى لو العرض مناسب مع قيمة النادي وقيمة كمان اللاعب بالتأكيد في الحالة دي الأهلي مش هيرفض لأنه طبيعي أنه ده بيحصل وعمر ما الأهلي وقف في رغبة أي لعب لأنه يحقق حلم الاحتراف لو كان يتناسب مع متطالبات النادي وزي ما احنا عارفين الأهلي في الأصل ما فرطش في أحمد ياسر ريان وكان متمسك بيه كويس جامد جدا وما سابوش يطلع عارة غير لما اللاعب نفسه قال لهم أنا عاوز أشارك بشكل أساسي عشان أقدر أكون موجود وبنضم للمنتخب الأولمبي عشان كده سابوه يخرج وسبوه يروح ياخد عارة عشان يكون بيشارك بشكل أساسي في أولمبياد توكي ومع كابتن شوقي غريب طبعا أكيد بنتمنى التوفيق لأحمد ياسر ريان اللاعب من اللاعب اللي موجودين دلوقتي في الدورة المصري ماشي بشكل كويس جدا عنده إمكانيات هجومية قوية جدا تؤهله أنه يكون فرود أساسي إن شاء الله في منتخب مصر مع كابتن شوقي غريب طيب نتمنى له كل التوفيق سواء احتراف أو هيرجع مرة تانية للنادي الأهلي زي ما كنت بتكلم لعيب مهمة جدا وكل أهدافه بتؤكد الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم